حاضر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رحمة مهداء حذرنا من بعض الجلساء لأن بعض الجلساء بجلساء مؤذيين حاضر النبي صلى الله عليه وسلم قالنا أن جليس السوق ده كصاحب الكير كنافخ الكير ونافخ الكير ده عنده صفات مؤذية جدا ذكرنا حاضر النبي صلى الله عليه وسلم منهم صفتين صفة إنه يأتيك بريح خبيثة أو إنه هو يحرق ثوبك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم برقته ما أردش يقول إنه هو ممكن يحرق أنه إحنا نفسنا الجليس اللي إحنا بنتكلم عنه النهاردة جليس مش بس مؤذي للنفس ده بيبقى مؤذي للنفس قبل ما يكون مؤذي للناس في كتير من الأحيان بيلجأ لي البعض على إنه سبيل للشفة من الوجع ومن الإحساس بالأذى الناس متصورة كده إنه زي ما بيقولوا كده هم أخف من هم لكن ده مش حقيقي لكن الجليس ده هو في نفسه أذى الجليس ده في نفسه كده أذى بعض الناس بتتعلق بيه كأنه النجاة إيه ده معقولة؟ آه لإنه هو الجليس ده بيبقى فيه حتة كده فيها الأنا فيها الإيجو فيها الشعور بالانتفاخ والشعور بنصر مكذوب وعشان كده الناس مع كون الده بيأذي يحسوا إنه هو نوع من أنواع النجاة لحد ما يتحول إحساسهم ده إنه يتحول إلى هوس بيجري الإنسان ولا هذا الجليس السيء لكن في الآخر لما يحصل لهم الهوس ده بيلاقوا نفسهم غيره وفي المستنقعات من الوجع ومن الظلمة اللي هما كانوا بيفروا منها وعشان كده جليس النهاردة هو جليس هوس الانتقام إنه واحد يبقى مهووس بإنه انتقم وهنا بنتكلم عن الانتقام اللي فيه أذى ومش الانتقام اللي فيه استرداد للحقوق اللي استرداد للحقوق مسموش انتقام استرداد للحقوق اسمه استرداد للحقوق لبيبقى فيه محاولة إلى إنك أنت تأذي الإنسان زي ما أذىك لا أنت عايز حقك حقك من غير أي نوع من أنواع التشفي ولا الأذى ولا وعشان كده الانتقام حقيقي بيخفف من الإحساس بالألم أولا ده سؤال هل انتقام فعلا بيخفف الشعور بالألم وبيريح الإنسان الموجوع فيه ناس ممكن تقولك طبعا طبعا يا مولانا ده أنا ما غمطليش جفن غير لما انتقمت من اللي أذاني يا سلام ده شعور كده غريب قوي صح اللي انت بتقوله ده شعور غريب قوي بس يا ترى قلبك بعد ما انتقمت ارتاح ايه أخبار قلبك كتير من الدراسات بتتكلم على أن النزعة والرغبة في الانتقام بتضر بصحة الإنسان الجسدية والنفسية لتنين وبتعتبر ان الانتقام مؤشر من مؤشرات الاكتئاب وان التغاضي والعفو مؤشر من مؤشرات سعادة الإنسان واحد يقول لي انت ليه بيقول لنا الكلام ده دلوقتي ده احنا ثلاث اربعنا عايشين عشان ينتقم وياخدوا حقهم من اللي يأزوهم صحيح لان احنا تسبغت ثقافتنا بسبب كتير من المواد اللي احنا بنشاهدها ان الانتقام سبيل الانسان للراحة وكأنه بقى جزء من الثقافة كده لكن علماء النفس قالوا لا الانتقام مش بيخفف لهيب الوجع جوه الانسان لكن بيزاود شعوره بعدم الراحة ليه لانه بيقولوا الانسان لما بينتقم بيحس انه هو فاته انه يعمل اللي هو انتقم فيه ده ساعة متأزم فعشان كده بيحس بايه ما بيحسش بالراحة وبيحس الانسان في ماضيه ومهما الله سبحانه وتعالى تفضل عليه من نعم عشان يرتاح قلبه ويطيب خطره ويسعد بيها ايه اللي يحصل ما بيشوفهاش وده اكبر عقاب ممكن يحصل عليه انسان ان الانسان منشوفش نعم ربنا لو سألت حد بينتقم ليه هيقولك عشان يكون رادع ليه وما يعملش كده تاني وما يتعداش مرة تانية لكن بعض الدراسات بتقول ان شوف بقى الحتة دي دقيقة وحلوة ومهمة ان المنتقم لحد كبير بينتقم بهدف اللذة والنشوة اللي بتحصله ساعة الانتقام تاني كده يبا هو بينتقم مش عشان الشخص ده في الحقيقة يعني لما نركز هو في الحقيقة مش بينتقم عشان الشخص ده ما يتعداش عليه مرة تانية لكن هو بيحس بنشوة وبلذة وقت الانتقام وهو بيسمي ده الراحة لكن هي راحة وهمية واللذة دي ما لما عند بعض الناس سالعامة بتتحاول الشعور بالزنب والتأنيب ويفضل يأكل في نفسه حتى لو الانسان أدرك ده بشكل واعي ايه الحكاية ان احنا مش عانتقم ولا ايه في ناس بتتربق بتربق اولادها شوف الكلام في ناس بتربق اولادها علي ان الانتقام ده صفة من صفات الرجولة الرجل هو اللي يعرف ينتقم من الازاة وان الرجل هو اللي بياخد حقه بدراعه ولو هيظلم ولو هيئذي وما انا مش محتاجة اشاور لكم على بعض بعض الشخصيات اللي احنا شفناها وكوينت ثقافة الناس ازاي حسست الناس ان ده بقى راجل لما زل وقزى وبهدل ووجع وقصاب الناس بالقلم هو كده راجل